نهارده كان فيه لقاء جمعاني بالكابتن حسيلة بيه وسألته على رمضان صبحي قلت له رمضان صبحي ممكن الزمانك ياخده بصراحة الراجل رد رد منه مايس الزكي رئيس نادي يعني فهلي القرار في يد جوزيكم هزي المدير الفني هل انت من قرائتك كده تتوقع ان رمضان ممكن يلعب في الزمانك كنت كنت قريب من رمضان صبحي في المستقبل ممكن سواء قريب او بعيد بس يعني مش قريب يعني يعني اضعف الليماني مش الموسم ده مش يلعب الموسم لا اعتقد الموسم ده لا صعب صعب الزمانك يشتري دلوقتي صعب دلوقتي ليه صعب مش صعب يشتريه صعب الموضوع يحصل اصلا دلوقتي الموسم بدأ كل نادي يعمل حسابه خلاص على الناس اللي عنده الزمانك عنده لعيب وجاب لعيب محترف عنده مصطفى ومشي كويس في المكان ده وعنده جاب لعيب مش لك مش لك لو مش مختنع بيجوزي جميز بالمناسبة كان يعني ما عارفش اه لا نعرف انا جول بعضوه بس في النص لا انا ما عارفش يعني مختلف ولا فسوق بس ناس دي عنده ناس زي يقول ان اللعبة الكبيرة دي موضوع انتقالها بيحصلش في اللحظة اه انه بياخد وقت اه ان انت مثلا تكون معا محتاجه ان انت هتكلم بالنادي تاني وتقنع للعيب وتقنع للنادي وقصة كده مش يعني واحد زي الرمضان مش صفقة اليوم بليلة لا يعني الموضوع بيبقى كبير شوية يعني اعتقد ان صعب السنة دي ممكن رمضان في المستقبل يلعب في الزمالك يعني حاجة مش حاجة بعيدة دلوقتي في الكورة بس السنة دي لا اعتقد صعب صعب لا السنة دي صعب بس انا اتمنى اتمنى رمضان في المستقبل القريب يلعب في الزمالك رمضان لعيب راجل جدا ولعيب مفيد جدا ومؤثر جدا وانا عايز اشوفه في الزمالك مع جمهور الزمالك في وجود عبدالله وشكبالة وعمر وزيزو وعايز اشوف التركبة دي معها الرمضان بس يعني ايه في المستقبل القريب بس الموسم ده اعتقد صعب صعب اعتقد ولا في يناير متعرفش متغيرات الكورة على فكرة في يوم يعني متعرفش إلا هيحصل بس يعني مش عارف بس حاس الموضوع دلوقتي خلاص يعني برامنز خلاص مزبط حاله على القايمة اللي عنده الزمالك خلاص بيعمل عمل صفقات اعتقد ناس بس مسلا يجيب مدافع بس ده حانت الشمال في برامنز فيها ناس كتير فيها رمضان ناس كتير دي انت بتعرفش ظروفها ايه يعني برامن عادل بنسمع انه هيحترفه شوية هيقعد بس هو طالما الموضوع تحط في دماغه هيحترف هيحترف ان هيطلع بقلها هيسافر هيسافر برامن عادل لعب سغير ولعب مش هازا اقول كبير مش هازا اقول كبير لشانا انا ما حبش اقول حاجات دي ب لعب مميز لأ مشروع لعب كبير مشروع لعب كبير لعب مميز جدا وعنده شخصية ولو مشي بخطوات سابتة هيبقى في حتى يعني حتى كويسة فهو طالما الموضوع تحط في دماغه اعتقد هيسافر فالمكان ده هناك مش زحمة يعني لا مش زحمة خالص المكان ده